شيرين رضا عمري دياب ما بيصرفش على بنته استضاف برنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة الفنانة شيرين رضا في حلقة الجمعة والذي يعرض على قناة النهار أهلا بيكو في قناة أخبار ترند بفكرك تعمل لنا لايك لأن ده بيساعدنا أكتر في انتشار الفيديو ولو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد اتكلمت شيرين رضا عن مشاريعها الفنية وعن علاقتها بين جوم ونجمات الوسط الفني وكمان علاقتها بنتها الوحيدة نور من زوجها السابق النجم عمر دياب وكواليس كشفتها لأول مرة عن فترة زواجها من عمر دياب بسمة وهبة سألت الفنانة شيرين رضا هل النجم عمر دياب ينفق على بنته نور خصوصا أنها دلوقتي قعدة في لندن فردت شيرين رضا وقالت هي بتعتمد على نفسها من خمس أو ست سنين من بعد ما خلصت دراسة وباباها هو اللي كان بيصرف عليها في دراستها لحد ما خلصت وبدأت تشتغل وده كان قرار مننا إحنا اللي اتنين وكملت وقالت أنا شفت ناس كتير قوي في حياتي الفلوس دمرت مستقبلهم وما كناش عاوزين بنتنا يحصل لها نفس الحكاية تتدلع وتاخد فلوس تعمل اللي هي عاوزاه بشوف إن ده بيدر ما بينفعش الفلوس موجودة هي مش محرومة من الفلوس بس الاعتماد على النفس والشغل لو هي بتاخد ألف جنيه لازم تعيش بيهم وتأكل بيهم وتشتري بيهم فسألتها بسمة وهبة مين اللي أخد القرار في الأول انتي ولا عمر دياب فردت شيرين رضا وقالت القرار ده في الأول كان قرار عمر دياب فسألتها بسمة وهبة هل بيعمل كده مع ولاده التانين فأجابت شيرين رضا ما عرفش إذا كان بيعمل كده مع ولاده التانين ولا لأ آخر مشاركات الفنانة شيرين رضا كان فيلم رحلة ربعمية واربعة بطولة النجمة مونة زكي واللي اتعارض أول السنة دي وبكده نكون وصلنا للنهاية مستنيين نعرف رأيك في التعليقات وكل سنة وحضرتك طيب ولو نسيت اشترك في القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد وعمل لنا لايك لإن ده بيساعدنا أكتر في انتشار الفيديو ونشوفك في فيديو جديد وسلام اشترك في القناة